ازايكو عامدين ايو رابط كنو بخير عندنا النهاردة كلمات الوحدة التانية نادي او شلة الفنانين او اعتنسى كان عندنا في الوحدة الاولى كان اسمها يعني نادي الفصل او شلة الفصل عندنا هنا نادي الفنانين طيب عندنا الكلمات اول حاجة عندنا حاجة اسمها يعني شيء مهم جدا عدة او مجموعة ادوات اللي بيستخدمها الفنانين كده بيرسموا بيها يعني الفرش وكده يعني مركب عيد ميلاد هدية مدلة مفاتيح هاتف محمول موبايل يعني ان ساكادو اللي هي الحقيبة المدرسية بتاعة الظهر او بنقول عليها ان كارتاب للاتنين صح عطلة ان كونجي مهمة جدا الكلمة دي اوين سومن يعني اسبوع اوين عام او سنة اوين ماتيير مهمة جدا ماتيير مادة دراسية ان باند دي سنة اللي هي رسومه تحركة الكتاب ده بتاع الاطفال اللي بيكون فيه اه رسومه بيلوينوها اه ممكن نقول عليها ان باند دي سنة او ممكن نختصرها بكلمة با دي طيب عندنا هنا ان شانسان يعني اغنية عندنا يبحث يعني شيرشي يرسم دي سينة يرتب رانجي يبدأ كومانسي تعال نشوف اللي بعده بعد كده عندنا الويك اند نهاية الاسبوع ان سيرك اللي هو السيرك العادي ان تياتر يعني مسرح رياضة ان سبار ميل او رغبة او اه ذوق ذوق يعني اللي هي كلمة انجو عندنا رسم طب العب فيديو دي جو فيديو خلي بالك ان هي جمع وام دي اختصار لكلمة ماسكولان يعني مذكر موسيقى مفرد مؤنس خلي بالك من الكلمات المؤنسة اللي هو الرسم بالفرشة ده بالزيت مؤنس اللي هي القراءة مؤنس برضو تاريخ مؤنس يعني حفلة اللي هي ادوات مثلا اللي هي ادوات مدرسية طب الكلمة دي مذكر ولا مؤنس الكلمة دي مؤنس لكن دائما ما تأتي جمع يبقى لو تجمعت تبقى جمع مؤنس دي في وجنبها اف اللي اختصار لكلمة عندنا هنا ينتهي عكسها يبدأ معناها يسمع او ينصد معناها يمارس يشاهد طب يلعب يمتلك يعني او يملك طب عندنا اول مفرد مذكر لكن المؤنس بتاعها اللي في الاقواز ده المؤنس مولود دي خدناها النهاردة اللي هي ني لو عايزة خليها مؤنسة ني نفس النطق طب ملون يعني لو عايزة انسة اضف لها اولى ان كل دي صفات يدوي مانويل ولا عايزة انسة تبقى مانويل نفس النطق مثالي اللي هو مثالية احطي لها او يعني اليوم ويوجد يعني تعالى لي بعد كده على المستلزمات المدرسية واحنا بنتكلم عن المستلزمات المدرسية قلنا عندنا التلات اشياء دول من المستلزمات المدرسية دول بس المؤنسين طيب مهم او نقول ان كلمة الكلمة دي جمع ها مؤنس اللي سايلينها فوق طيب شوف لي بقى الحاجات الدراسية بتاعتك عندنا اول حاجة انستيلو يعني الم جاف ان كريون يعني الم رصاص ان كايي كايي اللي هي كراسة ان كريون يعني الم ايه رصاص طيب ان كريون دو كولور الوان خشب ان تاي كريون اللي هي براية ان توب دو كول اللي هو انبوب اللي هو السامغ يعني بقى كده عندنا موزيل ان كوركتور لكيد اللي هو موزيل سائل اللي هو الم الفوسفور الهايلايطر ده اللي هو اللي هو زي ده بالظبط مش الهايلايطر الميكا بقى مشان في ناس مجنونة يعني الم صبور اللي انا بكتب به اللي اسمه انفوتر مؤنس ها مؤنس كل اللي جاي ده مؤنس يبقى عندنا جميع الادوات المدرسية مفرد مذكر استثناء الثلاثة دول مؤنسين هنجيب مقلمة نحط فيها مصطرة واستيكة يبقى هما دول مؤنسين يبقى انتخوس مقلمة فيها انرجل مصطرة فيها انجام يعني استيكة طب هنشوف اللي بعده بعكا بننتقل على الشهور واتفقنا مع بعض ان لازم نكون عارفين شكل الشهر عشان لما يجلنا بعض النقاط اعرف احط حرف الجر وشكل ايام الاسبوع فعندنا النقط بتاعهم جانفيير فيفريير مارس افريل ماي سبتمبر اكتابر نوفمبر ودي سامبر دي اللي هي شهور السنة طب عندنا ايام الاسبوع اسمها لي جور دولا سومين ايام الاسبوع عندنا لو سامدي لو ديمانش لو لاندي لو ماردي لو ميركرودي لو جودي لو فاندرودي دي اللي هي ايام الاسبوع وشهور السنة طيب حسطنا ان شاء الله المرة الجاية هسألك في ايه؟ هسألك عن حفظ الكلمات هنسمع الكلمات ده رقم واحد طيب رقم اتنين هنسمع شهور السنة عشان للناس اللي بتستلوح بس ما تقولش ما كناش نعرف رقم تلاتة هنسمع فيها اللي هي ايام الاسبوع دول بس كل اللي عليك المرة الجاية تمام؟ فاتمنى تذكرهم كواس جدا علشان هنشد على الحفظ بتاع الكلمات لان الكلمات زي ما قلنا هي عصة باللغة فاركز كده وقعد مش هياخده منك لحد ما شوفك يعني النهاردة الاربعة انا هشوفك ان شاء الله السبت لو عدت بس خمس وجمعة كل يوم ساعة خلصت الكلامات اتفقنا؟ يلا مع السلامة شوفكم الحصة الجاية